الصين في المنطقة العربية محور التحالف التقليدي مع الولايات المتحدة غير أن المشاهد تترجم منعطفا تاريخيا آخر على وقع الاضطراب الحاصل في العلاقات الأمريكية السعودية تمد الصين بساطها هنا في الخليج في مؤشر غير مسبوق على تشكل العلاقات الدولية في العالم علم تريده بكين وآخرون متعدد الأقطاب كما تقول في زيارة طال انتظارها وبحسب التوقعات تنظر إليها الصين على أنها من أهم مساعيها الدبلوماسية مع العالم العربي ليصف الرئيس الصيني ما يحصل بأنه منفعة متبادلة أساسها قائم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية كما قال العلاقات بين الصين والدول العربية تسير نحو مستقبل أفضل علينا العمل على التماسك والاستقلالية والمصالح المشتركة نعم لا تتوقف الرغبة الصينية فقط عند الجانب المعنوي بل تتجاوزها إلى ذلك بكثير خاصة وأن برنامج الزعيم الصيني يمثل أكبر نشاط دبلوماسي واسع بين الصين والعالم العربي منذ تأسيسها فهي فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات مع كل دول المنطقة تحديدا في مجال الطاقة في المقابل كانت العلاقات الصينية العربية وخاصة الخليجية تتوسع كثيرا بالتزامن مع النهوض المتسارع في البنية التحتية والتكنولوجيا رغم أن التركيز مؤخرا كان منصبا فقط على المصالح المرتبطة بمجالات الطاقة وهو شيء أحب ولي العهد السعودي أن يذكر به الرئيس الصيني حين دعا إلى رفع مستوى هذا التعاون وبناء مرحلة جديدة من الشراكة يؤسس انعقاد هذه القيمة لمرحلة جديدة للارتقاب بالعلاقة بين دولنا وتعزيز الشراكة في مجالات ذات اهتمام مشترك الزيارة لم تسلم من الانتقادات الأمريكية إذ ترى واشنطن في محاولة بكين توسيع نفوذها في العالم بأنها لا تتلاءم مع النظام الدولي إلا أن للرياض رأي آخر فهي ترى أن ما تحقق من الزيارة سيخدم قطاعات التكنولوجيا والصناعة والأسلحة قضلا عن أنها رسالة لواشنطن تقول لها هناك أشخاص كثر يمكن أن نتناول الطعام معهم على طاولة العشاء اشتركوا في القناة